اهلا بكم من جديد تحظى صناعة الاسمنت في مصر باهتمام كبير من القيادة السياسية خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وذلك لدورها في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارها من المكونات الأساسية للتنمية نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيف أحمد شرين كورايم رئيس التنفيذي لشركة بناتي مصر الرقمية ومؤسس موقع أسمنت مصر مساء الخير أستاذ أحمد وبداية واضح أن القيادة السياسية لها اهتمام أكبر بدعم الصناعات الوطنية الثقيلة ومنها صناعة الأسمنت هذا ظهر في تصريحات أخيرة وتوجيهات أخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لكن برأيك ما الذي اختلف في التوجيهات الحالية عن كل الدعوات السابقة بتطوير هذه الصناعة مساء الخير يا دين هانم أولا يعني بشكر حضرتك كالعادة على استضافتك واهتمامك بالأمور اللي فعلا بتهم البلد ومؤسرة في اقتصاد البلد تأثير كبير جدا طبعا أنا مش عايز أضايع وقتك وأضايع وقت مشاهدينك هرد على طول على السؤال طبعا الموقف اللي بتمر بيه صناعة الأسمنت هو موقف ضقيق وصعب والموقف بقاله فترة طويلة يعني كذا جرت محاولات عديدة لأنه هو يعني يتم تداركه وإصلاحه وجرت محاولات قبل كده أو تدخلات قبل كده ولكن الموقف أصبح يستدعي اهتمام أكبر وأعتقد أنه ده اللي استوجب الرؤية السياسية على المستوى الأعلى نظرا لأهمية الأمر والاحتياجه لدعم من هذا المستوى وده يرجع طبعا لأهمية هذه الصناعة اللي هي بتشكل نسبة محترمة من الاقتصاد المصري واللي في نفس الوقت بترتبط بحركة التنمية بوجه نعم في البلد وبتنتبط طبعا بحركة الإنشاء والتعمير فأعتقد أنه ده استوجب هذا التدخل وأعتقد أنه التدخل يعني كالعادة مقترن بمتابعة وترقب للنتائج بتاعته المنتظرة في خلال إن شاء الله أيام قليلة نتمنى إن شاء الله يعني أنها تحصل في خلال أيام قليلة طيب عندما تتحدث عن الصعوبات وعن المرحلة الدقيقة التي يمر بها قطاع الإسمنت ما هي أبرز المصاعب التي تواجه القطاع هذه الأيام؟ هل هو الفائض الضخم الموجود؟ أم ربما تسويق المنتج في السوق المحلية وربما الدخول في أسواق خارجية؟ طيب هي يعني العامل الرئيسي زي ما حضرتك زكرتي هو الفائض الضخم في الطاقات الإنتاجية يعني باختصار شديد جدا مصر بتستهلك السنة اللي فاتت استهريكة حوالي 46 مليون طن والطاقات الإنتاجية بتاعتها تقترب من ال84 مليون طن وتدور حوالي ال84 مليون طن فاحنا بنتكلم على تقريبا ده في الطاقة الإنتاجية غير مستغلة وطبعا صناعة زي الأسمنت دي صناعة ضخمة جدا بتبقى فيها استثمرات بالمليارات ومش معقولة حد يستثمر في مصنع بالمليارات ويقعد يستنى سنين على بال ما يبتدي ينتج وفي الآخر ييجي ينتجي بص يلاقي السوق اللي هو بيستهلكه لا يتجاوز 60% أو 55% يعني على الأقل علشان الصناعة تبقى في وضع صحي محتاجة أنها تكون بتشتغل بنسبة ما تقلش عن 80% مثلا وطبعا التصدير الأسمنت بالكميات الضخمة المطلوب تصديرها عشان تغطي الفجوة ده شيء صعب جدا ويستوجب لوجستيات كتير جدا ويستوجب طرق ومواني وأسواق مان للتصدير ودي حاجة مش متاحة بسهولة في الوقت الحالي وخاصة مع ارتفاع التكاليف اللي بيحصل اللي حصل في الأسمنت وانتهاء مرحلة الدعم للوقود فالموضوع أصبح صعب جدا أن احنا نغطي على نقص السوق الاستهلاك السوق المحلي بالتصدير طيب إذن ما هي البدائل إذا كنت تتحدث عن ضرورة وجود طاقة انتاجية أكبر أو أن تستغل المصانع الطاقة الانتاجية المتاحة بالفعل كيف ستصرف انتاجها إذا كان يفيد عن الحاجة محليا وهذا أيضا غير مفهوم نظرا لوجود هذا الكم الرهيب من المشروعات القومية التي تحتاج لمادة الأسمنت وأيضا مشروعات البناء الموجودة في كل بقعة في مصر طيب السؤال بتاع حدريك دي سؤال مهم جدا ويستوجب بعض الإضاحات اللي أنا شايف أنها مهمة أن الناس كلها تفهمها أولا إحنا لازم نفهم أنه عمتا استهلاك الأسمنت ومواد البناء المفروض أنه النسب الطبيعية في العالم بتقول أنه استهلاكها من 60% ل70% منه بيذهب لاستهلاك الأفراد واستهلاك القومي للبلد عادة بيبقى بيتراوح في حتة 30% أو 30% في الفترة اللي فاتت في السنوات السابقة والعصور يعني من عقود كان طبعا مصر بيسودها بمعدل عالي من البناء العشوائي فكان البناء الأفراد ده بيمثلوا البناء العشوائي والدولة في المرحلة الأخيرة تنبهت لهذا الأمر وبتحاول تعالجه فبالتالي بيحاربوا البناء العشوائي فطبعا الاستهلاك الأفراد اللي هو كان المجرى الطبيعي السابق بتاعه هو البناء العشوائي ده انكمش بدرجة بعيدة جدا في نفس الوقت بنحسن الحظ أنه نظر المشروعات الضخمة اللي الدولة بتقوم بيها الغير مسبوقة والمعدلات التاريخية اللي بتحصل في البناء فده أدى لأنهم يغطوا جزء كبير من اللي كان المفروض يستهلكوا استهلاك الأفراد يستخدموا استهلاك الأفراد ولكن ليس كل وده أدى لتراجع استهلاك الأسمنت حضرك لك أنت تخيالي أنه في 2016 استهلاك الأسمنت في مصر كان وصل ل56 مليون طن وتجاوز 56 مليون طن تراجع في أربع سنوات ل46 مليون طن وده نسبة ضخمة جدا تقريبا 20% فالوضع ده علاجه يعني يستوجب عدد من التصرفات وليس تصرف واحد وفيه أفكار كتير جدا طبعا التصدير واحد من الحلول ولكن التصدير في ظروف المنافسة لو تلخص لنا هذه الأفكار التي يمكن أن تساعد المصنعين من ناحية وأيضا تسهم في إنعاش القطاع بشكل عام طيب أنا علشان أوضح الصورة وتبقى الصورة واضحة إحنا في طرفين للمعادلة في السوق وهم طرف العرض وطرف الطلب إحنا محتاجين إن إحنا نعمل تصرفات على الجانبين فهتكلم الأول على طرف العرض اللي هو كميات المعروضة اللي موجودة في مصر إزاي نحاول نزود الاستهلاج فطبعا من ضمن بداء الاستهلاج إن إحنا نحاول نزود التصدير طب نزود التصدير إزاي؟ عندنا حاجتين أساسيين الحاجة الأساسية هي محاولة دعم التصدير ودي أجراء بيتم في معظم الدول اللي حوالينا وخاصة من الدول اللي حوالينا اللي بتنفسنا اللي عندها فائد إنتاج وبتنفسنا في التصدير زي اليونان زي التركيا زي الجزائر البلد دي بتدعم التصدير وبتعمله دعم مختلف سواء لوجيستي سواء في الوقود سواء بترجع له تاني بالدروباكس على الشحنات المصدرة علشان تدعم التصدير وده طبعاً بيعود علينا بنافع لما يحصل كده فنمرة واحد التصدير ده ممكن يشكل نسبة تزود شوية الاستهلاج نمرة اتنين طبعاً سبق وتكلمنا كثيراً عن موضوع إن إحنا نستخدم نبتدي نتوجه في مصر لعمل الطرق الخرصانية مصر فيها ثورة في مساحات الطرق ومسافات الطرق الجديدة اللي بتتعامل آلاف المؤلفة من الكيلومترات لو بدأنا نستخدم فيها الطرق الخرصانية اللي هي بتستهلك أسمنت وده إحنا مش هنبقى بنعمل كده بس عشان نزود استهلاك الأسمنت لا فعلاً ثبتها علمياً والدول المتقدمة كلها بتستخدم الأسمنت وبتستخدم الطرق الخرصانية لأنه ده بيعود بالنفع على الأجل الطويل الطرق الخرصانية اقتصادياً أفضل هي عبها بس إن هي بتستوجب تكلفة استثمارية مقدماً في الأول بس ولكن بعد كده لكن بتبقى الطرق بتظل لعشرات السنين يعني قوية وتتحمل الضغط بالضبط اللي موجود في بلد زي مصر الطريق العادي الطريق الأسفلتي العادي حضرتك اللي معمول من الأسفلت ده بيحتاج حاجة اسمها علمياً صيانة جسيمة كل 15 سنة بالكتير الطريق الأسمنتي الانخرصاني ده بيحتاج صيانة جسيمة كل 40 سنة ففيه فرق رهيب غير بقى طبعاً حاجات كتير جداً زي حفاظه على البيئة زي صلابته وتحمله طبعاً فيه فرقات كتيرة جداً ويعني الأدلة كتير طبعاً لدي دقيقة أستاذ أحمد لدي دقيقة طلبتم بوجود هيئة لتنظيم قطاع الإسمنت على غرار الهيئات الأخرى التي تنظم قطاعات مختلفة ما الاختلاف الذي يمكن أن تحدثه هذه الهيئة العليا حضرتك في كل علشان نقدر ندعم الصناعة دي لازم نتأكد ان الدعم ده بيروح في مكانه فأنا بدعو لوجود شيء مشابه لمرفق تنظيم الاتصالات مثلاً في جهاز الاتصالات يبقى فيه حاجة اسمها مرفق لتنظيم الأسمنت والحديد مثلاً علشان خاطر تدعم الصناعة دي وتتأكد من ان هي قادرة انها تثبت وتنجح وفي نفس الوقت علشان خاطر تتأكد ان هما ما بيتجاوزوش وما بيسوقش استغلال هذه المميزات وتتأكد انه من حوق المستهلك والوضع التنافسي الشريف في السوق الأستاذ أحمد شيرين كورايم رئيس التنفيذي لشركة بنات مصر الرقمية ومؤسس موقع اسمنت مصر شكراً جزيلاً على وجودك معنا مشاهدين هكذا نصل لنهاية حلقة اليوم من مال وأعمال نذكركم مشاهدين الكرام بأن البرنامج سيكون موعده بداية من غداً الثانية ظهراً وحتى الثالثة وهذا طيلة شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير ونراكم دائماً مشاهدين الكرام على خير